مساء الخير في زمن السوشيال ميديا والترند الشهرة بقت مرض معظمنا بيعاني منه كل واحد مننا في إيده موبايل في مايك وكاميرا ويقدر بكل سهولة ينزل فيديو يغني فيه أو يقول فيه محتوى كوميدي أو حتى بيحكي مشكلة وبياخد رأي الناس فيها وبقى فيه ناس كتير بتقيس إمتها وثقاتها في نفسها بعدد المشاهدات اللايكات وناس كتير بقى بتخسر صحابها لمجرد ان هما مش بيتفاعلوا معاهم لما ينزلوا فيديو أو بوست ما بيدوسوش لايك أو حتى يكتبوا لهم تعليق واللي مستعجل عالشهرة ومش لقي تفاعل بقى في صفحات متخصصة بتبع له متفاعلين بتجيب له فولوورز عشان يبين ان هو لي جمهور وناس تعرفوا بس هبا هبا بطل القصة حقيقية النهاردة عكس كل ده هبا عايزة تنشر موهبتها في الغنى والعصف بس من غير ما حد يعرف شكلها ولا حقيقتها عايزة تكون نجمة بس في السر وعشان نفهم إيه اللي خليها تفكر في كده وهل في حد ممكن يتشهر من غير ما حد يعرفه تعالوا نشوف هبا بعثنا تقول لنا إيه اسمي هبا وعمري 17 سنة لو كان لكل واحد نصيب في اسمه زي ما بيقولوا فنصيبي من اسمي هو الهبا الربانية اللي ربنا الدهالي في صورة موهبة وهي نفسها شعلة العذاب اللي بتحرقني ليل نهار حكايتي بدأت من زمان قوي من وانا لسه طفلة عمرها تسع سنين لقيت أبوها بيجبرها تحط طرحة على رأسها بيقول لها ده اسمه حجابي يا حبيبتي ولازم تلبسيه عشان ربنا يحبك وما يودكيش النار كان أب عادي مش بداء بس كانت تصرفاته كلها تشدد في طريقة تربيته اللي والأخت الكبيرة وأخواتي الولدين الوسطانيين وأنا كنت أخر العنقود من أول ما دخلت المدرسة اتصدمت بطريقة تفكير أبويا اللي كان بيعتبر حصص الرسم والموسيقى كلام فارغ وتضيع وقت وتحريد على الحرمانية ورغم أن بابا كان مدخن شره بس كان دايما بيرقب إخواتي الولد ويفتش في حاجتهم ويحذرهم ويهددهم لو فكروا يشربوا سجاير مش هيسيبهم أما أختي البنت الكبيرة فخليها تلبس النقاب من أول ما خلصت سانوي بعد فترة حصار كان دايما بيشك فيها مشدد عليها الرقابة والمرأبة كأنها متهمة لحد ما أجبرها تتجاوز من وهي فقولة كلية لحد متشدد ومن عيلة متشددة بس كل دا لا يقارن باللي كان بيعملوا مع أمي كان مبدأوا معها الضرب وعلاقات فيها سبب وممنوع من عمباتا تناقشوا في كلامه وإلا يضربها ويهنها ويزلها خصوصا إنها من عيلة ما عندهاش حاجة اسمها طلاق ولا إن الست تسيب بيت جوزها ما عمل فيها كانت مضطرة تستحمل عشان وده خلاي يستفرج بيها ويعملها معاملة الجواري والعبيد كنت بشوفها في ليالي كتير قوي بتبكي تحت الغطا لحد الفجر عشان ما حدش يشوفها أو يحس بعياتها لما كنت بشوف عنها زرق وورمى في أوقات كتير واسألها مين عمل فيكي كده كانت تقول لي أصلت خبط أصلي وقعت مع إن كلنا عارفين إن بابا هو اللي ضربه وزي ما بابا باهدل ببيت وداس على اللي فيه واحد واحد جيت دور علي لما بدأت أكبر شوي واكتشف إن صوتي حلو وبعرف أغني وروحت له روحت له عشان أقوله إن ميس الموسيقى معجبة بصوتي وعايزة تضمني لكرة للمدرسة وبتقول إنها تتبناني أكيد طبعا يعني وإحنا بنسمع القصة كده لما نلاقي إنه طفلة عندها 9 سنين روحت تقول لباباها اللي هو بالنفسية دي أنا المسها تتبناني وإن أنا بغني وبعزف أكيد حطيتي البنزين جنب النار أكيد ولعتي في البيت من غير ما تقصودي أب بالمواصفات اللي حكيتيها دي رد فعله أكيد مش مضمون بس أنا عايزة أعرف عمل إيه تعالوا نكمل القصة ضربني وأهني وقال لي هموتك لو فكرتي في الموضوع ده تاني واتهمني بالصياعة والإنحلال والتسيب وهددني إنه هيطلعني من المدرسة خلانا ترعش وأنا بحلف له إني خلاص مش أغني تاني ولا هسمع كلام مش أسمع أي كلام حتى كلام مثل موسيقى بس المفاجأة اللي ما خطرتش على بالي من يومها إني لقيت أمي بتاخدني في حضنها جوه قضيتها وفي عينيها لمع التحدي ونظرة قوية عمري ملمحتها قبل كده وهي بتقولي ما تخفيش مش عايزك يتزعلي طول ما أنا عايشة وتاني يوم في المدرسة لقيت الددى دخلها دخل علي الفصل بتنده علي بتقول حد من البيت عايزك قمت مغدود مش فهمة فيه إيه ونزلت تحت لقيت أمي واقفة مع مدرسة الموسيقى وعرفت بعدين إنها حكت للمس كل اللي حصل وطلبت من المس إنها تعلمني وتتبناني زي ما قالت فجأت إن أمي باعت حتة من دهابها حتة الدعب عندها وطلبت من مدرسة الموسيقى تشتري لي عود وتاخد بايل فلوس عشان تديني دروس في الموسيقى والغنى بس المس حلفت حلفت إنها ما هتاخد حاجة وهتعلمني وتبطبت علي وقالت هبة دي زي بنتي وهي فعلا موهوبة وأنا مؤمنة بيها جدا وهساعدها ومش هسيبها أنا مبسوطة بموقف المدرسة دي المس دي جدعة لسه في جدعان تعالوا نكمل تعرفي يا سالي أمي كان صوتها حلوة قوي وعرفت منها إنها كان بتحلم زمان تكون مغنية وطبعا بعد الجواز صوتها تكتم تماما لكن لما بتقرأ القرآن كنت بحس في صوتها بجمال مش طبيعي وحالة سكون ملهاش مسيل ومن يومها يا سالي مو ما بقيت تتبعني وانا بتمرن على عصف العود بتسألني كل يوم وصلت الفين وعملت إيه ومن الوقت للتاني كان بتجي ليه مدرسة وتقابل مثل موسيقى وتعرف منها خصوصاً إن أختي وأخويا تجوزوا وأخويا التاني سافر يشتغل بر وبقى البيت مع الوقت فاضي عليّ أنا وهي وبابا مع الوقت صحة ماما بدأت تضعف ما بقيتش تقدر تنزل من البيت مما دخلت عدادي بابا لبسني الخمار وقال لي اعملي حسابك على النقاب وريب وما كانش عارف إني بعزف عود وبغني مش كده وبس أنا عملت حفلات كتير تابع الوزارة وحققت المراكز كمان وعشان أفرح أمي المريضة اللي كان بتعايت عشان مش قادرة تحضر كنت بوريها فيديوهات لي وأنا بغني وهي تفضل تغني مع صوتي اللي في الفيديو وتنزل منها الدموع كان الدموع فرح على حلم قديم حققته فيه وأنا كمان كنت ببكي عشانها وعشاني لإني حسيت أني دخلت في الغويت وحلمي كبر لحد ما سيطر علي وبقى مستحيل أتخلى عنه وفي نفس الوقت مش عارفة هتصرف إزاي مع أبوي وهفضل لحد إمتى ما خبيه عليه كنت كل ما شوف برامك تشاف المواهب الغنائية بحسد المتسابقين وبحس بواجع وقهر إني مش قادرة أقدم زيهم وأخد فرصتي اللي ممكن تضرب وتحطني على أول طريق أول طريق الاحتراف خصوصا إني بلا غرور كنت بحس إني أحسن من ناس كتير منهم في الصوت والإمكانيات بس متكتفة متكتفة جوه أفص زي عصفورة ربنا خلقها بجناحات مش قادرة تستمتع بيهم وتجربهم عاشت محبوسة في بيئة مش بيئتها لحد ما حصلت مفاجأة في حياتي من كام يوم قلبت كل حساباتي وأوحيت لي بفكرة مجنونة وهي اللي خلتني أكتب لكم عشان أخد رأيكم فيها بالصدفة لقيت فيلم هندي اسمه سيكرت سوبرستار البطلة فيه كانت شبهي جدا في نفس الظروف والتربية والأب الصعب المتشدد والأم المقهورة وبعد سنين اتعلمت فيها الموسيقى في السر والخوف من رد فعل أبوها عملت قناة على اليوتيوب وغنت وعزفت وهي لبسها النقاب عشان ما حدش يعرفها وسمت القناة دي النجمة السرية أو سيكرت سوبرستار ونجحت البطلة كسرت الدانية وبقاليها جمهور كبير ومتابعين عندهم فضول يعرفوا هي مين وشكلها إيه الفيلم ده جنيني يا سالي خلاني أسجل فيديوهات كتير ليا وأنا بعزف وأغني وأنا لبس النقاب لما وريت الفيديوهات دي لأمي وعرضت عليها أعمل زي البطلة وأحط الفيديوهات دي على اليوتيوب لقيت في عينيها نظرة حيرة وخوف وبعد صمت طويل تلاك لجت تلاك لجت شفايفها وقالتلي أنا خايفة يا هبة رغم أني شجعتك بس الحد هنا ومش عارف أنصحك وأقولك تعملي إيه الفكرة عجباني بس رد الفعل اللي ممكن يحصل من أبوكي لو تعرف إن أنت اللي بتغني ما أقدرش أجمانه وممكن في لحظة نخسر كل اللي عملناه في سنين رغم أن كلام أمي منطقي بس حاجة جوية عمالت شدني والفكرة بقت مسيطرة عليها للنهار وعشان كده بعتلك يا سالي قولولي أعمل إيه أعرف زي ما بيقوله يا واجع القلب خلصت رسالتها بأ اللي ما تختلفش في قصتها عن الأفلام الهندي فان بس بنشوفه بيحصل فيلم الهندي بيحصل فالحقيقة مع بنت مصرية عايزة توصل يعني توصل وتتشهر وتوصل موهبتها بس من وراء النقاب بس يا ترى النهايات السعيدة اللي بنشوفها في الأفلام والبطل الجوز البطلة أو بابها بفرح بيها بتحل مشاكلهم كلها في الآخر ممكن تحصل على الأرض الواقع ولا الأفلام حاجة والواقع حاجة تانية خالص طب يا ترى يا هب لو عملتي قناة اليوتيوب وغنتي من وراء النقاب ممكن تلفتي نظر الناس فعلا هيبع عندك فيورشيب حلوة أو يكون في مشاهدات عالية يبقى ليكي جمهور فالوورز ومتابعين ويطرحيب عندهم فضول هما كمان يعرفوا أنت مين وشكلك وحقيقتك زي ما حصل مع الفيلم الهندي وحتى لو قدرت تعمل كده هتبضل ما خبيش شخصيتها لحد إمتى طب يا بوه مش ممكن يسمعها ويعرفها طب لو ده حصل هيكون رد فعله إيه الحياة وقصتك حلوة جدا مبسوطة أنتي بتشركيني معاكي بس أنا عندي مشكلة أكبر بكتير أني شفت قصتك في ناس كتير شفت الأم المأهورة اللي بتنمى ضروبة ومعياتة شفت الأب اللي بيفرد على أهل بيته الالتزام والدين عمره مكان إكبار وعمره مكان بالعافية الدين حب وسماحة وقبول والواحد يبعايز يعمل كده من جوا لأنه كل واحد فينا نزل قبره لوحده وما تفردش على أهل بيتك حاجة وإنت حاجة تانية لأنهم عمرهم ما يحبوك ولا يحترموك فأنا شفت في الرسالة دي جوانب كتير ومدرسة بتسمع القصة من بره بيصعب عليها البنت بتقول أنا هعملها من غير فلوس لأنها زي بنتي عارف لما تلاقي اللي أحنى عليك من أهلك أنا عندي مواضيع تانية خالص وده من يقول لك إيه ما العائلة هتتربى زي ما إحنا تربينا حكايتك يهبة صعبة على قد ما هي حلوة وملهمة وربنا ما تديك يهبة أنا معديتش قصة إن ابنه سافر يشتغل بره بأنه عايز يشتغل بره فيش حد يسيب بلده لما يكون هربان من واقع قليم أو مش عايز يكمل أو بيهرب من حاجة أو الظروف تضطروا إنه يسيب أمه وأبو لحاجة كبيرة قول